شوف هذه من مساوئ الدهر أنزلنا الدهر حتى نأتي لنقارن بين علي بن أبي طالب وأبي هريرة مع الأسف نصل إلى هذه المرحلة حتى نيجي نثبت للمخالف نقول يا عم يلتزم بكلام أمير المؤمنين علي وأنبذ كلام أبي هريرة شوفوا الوين وصلونا ذولا لأي مرحلة لماذا كهنتكم في تفاسيرهم أعرضوا عن قول علي بن أبي طالب الذي صح عندكم سندا وأخذوا بقول أبي هريرة لماذا مع أن قول علي بن أبي طالب أكرم وأليق لا يخدش بساحة النبوة بشخصية النبي موسى عليه السلام قول أبي هريرة متهافت سخيف سخرية أضحوك يصور النبي صورة هزلية يصور الله والعياذ بالله بأنه غير حكيم فلم يجد طريقة ليبرئ موسى مما يقولون إلا بأن يفضحوا على الملأ ويكشف سوئته أو عورته أمام الناس يرونه عريانا هذا تعد على الله خدش في حكمة الله عز وجل هذا صحيح مخرج عن الملأ بس المشكلة المخالفين إخواني لا يلتفتون إلى ما لديهم من كفر في كتبهم إلى ما لديهم من طامات اشتركوا في قنte اشتركوا في قنة لم يكن المشكلة بس. لا تفكروا في قرآن